سيد أندري بداية إلى أي مدى يمكننا القول أن فرص التفاوض معدومة في ظل الرفض الروسي للشرطة الأمريكية والذي اعتبره الكراملين أمرا مستحيل أنا أعتقد أن التواصل لا يزال موجود بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ولكن ليس أكثر أمريكا تطلب انسحاب القوات الروسية من أربع المناطق الروسية الجديدة وكذلك من القرم أي من المناطق التي تعتبرها أمريكا كالأراضي الأوكرانية فهذا الشرط غير المقبول بالنسبة لروسيا وعلى ما يبدو واضح تماما أن كل حوار يجب أن يكون مبنيا على الواقع على صحة القتال فلذلك يجب أن تنطلق المفاوضات من هذا الواقع مما يهدف حاليا على صحة القتال ويجب أن يكون اعتراف بأن روسيا تسيطر على تلك المناطق وبدلا من ذلك يمكن أن نتحدث عن كل الخصوصيات مساء الأمنية وغيرها من الملفات حول الأزمة الأوكرانية ولكن لحتى الآن نرى أن كل من أمريكا ودول الأوروبية ترفض ذلك وعلى ما يبدو هذا يطفع كل أطراف لاستمرار القتال لماذا يطرح بايدن شرطا يعرف أنه مستحيل بالنسبة لروسيا برأيك وصراحة هل تعتبر أن بوتين تسرع بالاحتفال بضم الأقاليم الأربع؟ أنا أعتقد أن أولا هذا الكلام لبايدن هو كلام ديبلوماسي للغاية يشير كأن بايدن ملتازم بفكرة الحوار بطرق الديبلوماسية وعلى ما هنالك ولكن على الأرض ما يطلبه بايدن من بوتين هو استسلام بسبب انسحاب روسيا من تلك الأقاليم من خمسة المناطق الروسية يعني بالنسبة لموسكو استسلام هذا الطلب الأمريكي متشدد للغاية فلا يحمل شيئا بالنسبة لروسيا من جديد أقول نحن يجب أن نتماسك بالواقع التي تشكلها على صحة القتال طيب الكراملين يقول أن بوتين منفتح على التفاوض مع كل الأطراف على أي أساس وما الذي يرجوه بوتين من الغرب أيضا بهدف التوصل إلى أي نوع من المفاوضات أنا أعتقد أن يجب أن ننقش مسائل التي احتمد بها روسيا قبل العملية العسكرية في أوكرانيا أنا أود أن أذكر أن روسيا طالبت من أمريكا وحلف الناتو يعني بعض التنازلات يعني احترام المخاوف الأمنية الروسية وكذلك يجب أن نتحدث عن ملاف الأوكراني عدم اندمام أوكرانيا لكل من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي كذلك مسألة عدد القوات الأوكرانية موجودة في الأراضي الأوكرانية أي تقليص تلك القوات وإلى ما هناك أي توجد هناك عدة الملفات التي تحتاج إلى نقشاتها ما بين روسيا من جهة وكل من أوكرانيا ودول الغربية بشكل عام من جهة أخرى ولكن حاليا من جديد أقول على ما يبدو حوار لا يزال بعيدا بسبب أن المطالب من قبل الدول الغربية لا تتماسك بالواقع وهي المطالب غير المقبولة بالنسبة لروسيا هذا شيء شيء ثاني ما المقبول بالنسبة لروسيا؟ يعني ما الواقع الذي تريد موسكو أن تناقشه على طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الحرب؟ نحن يجب أن ننطلق من فكرة أن روسيا تسيطر على بعض المناطق التي كانت في السابق مناطق الأوكرانية لا أحد يطلب من أمريكا أو غير الأمريكا أن تعتارف بسيادة روسية على تلك المناطق ولكن يوجد هناك الواقع ويجب أن نأخذ هذا الواقع في عين الاعتبار ثم يمكن أن نناقش مسائل الأخرى سيد أندريا بوتين أكد للمستشار الألماني أولف شولت في آخر اتصال بينهما أنه لا مفر من ضرب البناء التحتية ما تعليقك على هذا الأمر؟ وأن كانت هذه الاستراتيجية نجحت بالسابق في الشيشان وفي سوريا ما الذي يضمن أن تنجح في أوكرانيا في ظل كل الدعم الغربي لأوكرانيا لألا تغرق بالظلام لألا تتجه نحو أزمة جراء ضرب البناء التحتية أنا أعتقد أن روسيا لحتى بعض المراحل ابتعدت عن فكرة الدربات ضد بنية التحتية ولكن وضح تماما أننا أولا نشاهد زيادة الدعم العسكري من قبل الدول الغربية تجاه أوكرانيا وكذلك نحن نرى أن أوكرانيا انتقلت إلى الطرق الإرهابية ليس فقط جسر القرم الذي حدث قبل كامة صابية بل كذلك كان هناك عملية إرهابية حيث انفجرت السيارة وكانت فيها ابنة الفلسوفة الروسية المجهور أليكساندر دوغين وما هنالك فعلى ما يبدو أوكرانيا تجاوزت بعض الخطوط الحمراء بنسبة لروسيا وروسيا قامت بزيادة الرهانات في هذه الماركة أما بالنسبة لنجاح أو عدم نجاح لهذه الطرق الجديدة أنا أعتقد أن هذه الضربات ستصاهم في مزيد من الضغطات على كل من جيش الأوكراني وعلى رئيس زيلنسكي شخصيا بسبب أن واضح تماما أن هذه الضربات تؤدي إلى غضب في الدخل الأوكراني بسبب أن السلطات الأوكرانية عجزة لتعامل مع هذه التحديات هذا شيء ثاني يمكن أن نقول أن الدربات الروسية تجبر الدول الغربية لتزيد المساعدة العسكرية تجاه أوكرانيا ولكن كما نرى حاليا أمريكا وحلفائها لا تتصرى في تقديم هذه المساعدات الجديدة وتحديدا المنظمات الدفاع الجوي بالكميات التي تطلبها كيف لذلك حتى نحن أيضا نسمع بعض التصريحات من داخل الدول الغربية بأنها تعاني من أو بأن عدد الأصلحة ليست كافية لإستمرار تزويد بها كيف لذلك نحن سنرى ربما نوى من الاستنظاف المتبادل بين روسيا من جهة والعالم الغربي من جهة الأخرى المشكلة ليست بين روسيا وأوكرانيا أنا دائما نقول ذلك المشكلة هي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على رأس العالم الغربي ترجمة نانسي قنقر